وخلال المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو أعرب وزير الخارجية الروسية عن تقدير بلاده للدور المصري في تقديم المساعدة لفلسطينيين والمساعدة أيضا على حل القضية الفلسطينية كما أكد لابروف أيضا على تطابق الموقفين المصري والروسي حول ضرورة سحب القوات الأجنبية من ليبيا تبادلنا أيضا الأراء بشأن الوضع في ليبيا وكيف يمكن للجهات الأجنبية أن تقدم المساعدة للشعب الليبي كما جرى في العام المنصرم وذلك عبر مؤتمر برلين كما شددنا على ضرورة إجاء الانتخابات في ليبيا ونرى أن الانتخابات والتعزيز الهيئات الحكومية بالإضافة إلى تشكيل القوات المسلحة الموحدة الأساسية لدينا موقف واحد تجاه السحب القوات الأجنبية من البلاد وهذا أمر يجب أن يعتم على مراحل مختلفة وبشكل متناغم وتدريجي تماما ننتقل اشتركوا في القناة